فينا الكرام مشاهدي تلفزيون الحياة أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولات برنامج الطريق إلى البرلمان الذي يطوف جميع الدوائر الانتخابية للتعرف على مرشح انتخابات مجلس النواب 2015 في جولة الإعادة أرحب بكم من محافظة الدقاهلية وتحديدا بالدائرة التاسعة مركز ومدينة ميد غمر معي لقاء مع سيادة اللواء المرشح بدوي عبداللطيف وهو رمز النخلة ورقم اتنين وهو مرشح حزب الوفد عن هذه الدائرة برحب بيك سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك يعني بداية نخلي السيدة المشاهدين يتعرفوا حريك أكتر السيرة الذاتية لحضرتك والخبرات العلمية والعملية اللواء بدوي عبداللطيف فلال مساعد وزير الداخلية السابق عضو مجلس شعب 2012 حصل على لصان صحقوق بكل يوز شرطة ثم ماجستير قانون ويمكن كنت بدأت أسجل في الدكتوراه ولكن ظروف العمل ما قدرتش أكمل الدكتوراه حريك ذكرت الوقتين حريك كنت نائب في المجلس النواب 2012 يعني خبرات العمل والحياة السياسية موجودة بالطبع أكيد طبعا موجودة ويمكن أنا ليها ضر بارس في المجلس السابق ويمكن لما كانت الداخلية بتتهاجم وكانوا بقولوا نلغي الأمن المركزي ونهد وزارة الداخلية وزارة الداخلية هفزدة ووزارة الداخلية حرما فطبعا أمت هاجمتهم هجوما عنيفا وكان ساعتها الوزير السابق محمد إبراهيم يوسف كان موجود في المجلس وبعد ما خلصت الكلام بتاعي روحت قلت له ما تخافش من حاجة واتكلم برحتك وإحنا بندفع عن بلدنا وبندفع عن وطننا عظيم جدا حريك مرشح بنظام الفردي تحت مظلة حزب الوفد أو مرشح حزب الوفد عن هذه الدائرة الدائرة التسعة يعني أسأل حريك لماذا اخترت حزب الوفد تحديدا لكي تنزل تحت مظلة في إطاره كلنا نعلم أن الحزب الوفد من الأحزاب العريقة اللي قدمت لمصر وحكمت مصر مرتين على مدار 5 سنين قبل الصورة وإحنا فيه عندنا ثوابت الحزب الوفد حزب الوفد ده من حزن المواطن حزب الوفد له أصول وقية ومبادئ فمن حزب الوفد من الأحزاب العريقة اللي لها تاريخ عميق حزب الوفد اللي نشر مجانية التعليم حزب الوفد اللي لعمل الجمعيات حزب الوفد يعني حاجات كتيرة مش عايز أستهلك وقتي في حاجات فكل يعلم ما هو حزب الوفد بالكامل إن شاء الله طيب أكيد بالإضافة لثواب توقيم حزب الوفد اللي بيشملها بالطبع البرنامج الانتخابي بتاع حضرتك يعني محاور أخرى بيشملها البرنامج الانتخابي لو نتكلم عنها هذه المحاور في البرنامج الانتخابي وأهم ما يميزه عن الآخرين طبعا إحنا بنتكلم في البرنامج الانتخابي الحزب الوفد وطبعا بيتكلم عن التعليم بيتكلم عن الصحة بيتكلم عن مشكلة البطالة ويمكن دول من الأهم المشاكل اللي بيعاني منها الشعب المصري أن احنا عندنا ستة ونص مليون عامل في الجهاز الإداري في الدولة وعندنا سبع مليون عامل قاعد عاطل في الشوارع أهليهم أرهاقوا نفسهم معلموهم وقاعدين في الشارع المرة اللي فاتت في المجلس أنا اتكلمت عن هذا الموضوع ويمكن قلت طرحت بعض الحلول على مستوى جمهورية مصر العربية استجيب لبعض الحلول أنه هو إلغاء المستشارين ورؤساء مجالس الهيئات والشركات اللي زاد سنهم عن 60 سنة بالإضافة المستشارين اللي زادوا عن 60 سنة ويمكن قلت لو ماشينا دول هنحل مشكلة مليون شاب خريج جديد مشكلة قلت كمان أن الحكومة تدخل في القطاع الخاص وتفرض سيطرتها على القطاع الخاص بحيث يبقى القطاع الخاص شابيه بالقطاع العام تحدد ساعات عامة للقطاع الخاص تديرهم حافظ تديرهم هامش من الربح بتاع آخر السنة علشان يتساوب العاملين في البترول والعاملين في الكهرباء والعاملين في الضرايب بالشكل ده هيبقى قربنا بين القطاع الخاص والقطاع العام كمان مشكلة التعليم أنه عندنا التعليم ده مشاكله كبيرة جدا جدا عندنا مدارس فالفصول 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 طالب أو طالبة عندنا المدارس عددها في بعض الأماكن لا يتوازى مع عدد التلاميذ اللي فيها فعايزين ننشئ مدارس عايزين نعلي مدارس عشان نستعب فصول أكتر عايزين عندنا منظومة التعليم منظومة فاسدة جدا ويجب أن تتغير هذه المنظومة على أساس أن ممكن احنا عندنا في المسابقة الأخيرة بتاعة المية اللي حصلت في محافظة أهلية يمكن نص اللي كان رحيم في المسابقة سقطه في القرية والكتابة ودي حاجة يعني تحزن فيجب أن تغير هذه المنظومة دروس خصية يجب أن تنتهي التعليم يجب أن يطور زي الدول الأوروبية ويبقى فيه عندنا ناس مثقفين متعلمين لكن للأسف عندنا المنظومة لازم تتغير بالكامل لازم حاجات كتيرة تتغير فيها لازم تقعد لجان متخصصة علشان تغير هذه المنظومة من بدايتها من ابتدائي حتى كلية بل فيه ناس في الكليات برضو يمكن ما بيعرفوش يقروا يكتبوا فحاجة تحزن جدا جدا فيجب علينا جميعا أن تعاد هذه المنظومة منذ البداية نعمس حضرتك المشاكل الكتيرة الموجودة بين دائرتك الدائرة التاسعة احنا عندنا مشاكل هنا كتيرة جدا جدا نبدأ بمتغمر المدينة فيها مشاكل كتيرة جدا الشارع كلها مهلالة مش مرصوفة عندنا مشاكل في المدينة كمان المدغمر ودائدوس لازم نعمل لهم أنفاء تعدي من مدغمر المدينة دائدوس زحام مروري شديد في المنطقة زحام مروري جامد جدا فلازم عندنا ثلاث أنفاء لازم نتعاملوا في مدينة مدغمر وبالشكل ده هتيسر الخروج والدخول لمدينة بين مدينة دائدوس ومدينة مدغمر فيه مشاكل كتيرة كمان فيه الغاز لسه حتى الان ما دخلش في المدينة طبعا ودي حاجة حاجة تزعل جدا ويمكن أننا خدت دور كبير في هذا الموضوع ويمكن كنا أوشكنا في المجلس السابق أننا نجيب الغاز لكن المجلس تحل مقاعدش أربع خمس شهور فإحنا من ضمن الحاجات اللي نهتم بيها جيدا هي حكاية توصيل الغاز لمدينة وقرى مدغمر باعتبار مدينة مدغمر من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية بعد مبابة فحاجة لازم تتعامل لمدينة مدغمر فيه عندنا حاجات كتيرة برضو تطوير الصناعات في مدينة مدغمر باعتبارها بلد صناعية لازم أن الصناعة تتطور فيها فالمدينة محتاجة شغل كتير وبقالها 15 سنة مهملة لن يفعل فيها أي شيء الشوارع بتاعتها مهلهلة الشوارع بتاعتها مش مرصوفة الصرف الصحي لن يستكمل بقاله 10-15 سنة لن يستكمل فالمدينة لازم تتغير القرى أيضا فيها حاجات كتيرة عايزها تتعمل فيه أسلاك كهرباء عريانة في الشوارع في الشوارع أدت إلى موت بعض الأطفال والمواطنين في الشوارع ويمكن عندنا حدثة في في كفر النعيم قريب من منشاه أن سلك عريان ترتب عليه أن السيدة فاضلة كان بتعمل الأكل والحاجات دي وطلعت يدب السلك عريان راحت إيه سعقها وتوفت في الحال فطبعا كانت حاجة محزنة طبعا في كرة الأخرى برضو حصل نفس الكلام ففيه شبكة الكغرباء عايزة يعاد النظر فيها في بعض المحاولات أنا غيرت محاولات في معظم قراء محاولات كهرباء في معظم قراء مركز متغمر في أماكن رصفتها في إنجازات تمك كتيرة في حاجات بتعد وده اللي جعلني محبوب بوسط الدائرة وده بالعكس أهل الدائرة أجبرون لأن منذ بدايتي وأنا في الشغل يمكن عينتها تلات أربع تلاف من أبناء الأهالي بتوع قريتي وقراء المجورة وقراء مركز متغمر على أساس أنا شايف مشكلة البطالة مشكلة متعمقة والناس غلابة جداً فبدأت عين بعد كده بعد ما طلعت من الخدمة اللي عدت فيها 35 سنة أجبرني المواطنين والأهالي على الترشح فأنا استجابت لمطالبهم مترشحت منذ سبع سنين أو ثمان سنين وأنا بقى أدي إنجازات وترتب على كده أن أنا غيرت جميع محاولات القرى رصفت بعض الشوارع أنجزت إنجازات في جميع الحاجات الخاصة بالمواطنين اللي سهلت الخدمة على المواطنين اللي الناس بدأت تتجاوم معايا يمكن أنا مكتحم الدائرة كلها الحمد لله بعد المستشار مرتضى منصور يمكن أنا دلوقتي أخذ 35 ألف في الجولة الأولى بالتحديد من عذر المقاطع 34 ألف 321 حضرتك حصلت على المركز الثاني بين مرشحي هذه الدائرة بالنظام الفردي يعني خليني أسعى حرك المعاوقات اللي قبلتك خلال الجولة الأولى فترة الدعاية وخلال برضو عملية التصويت نفسها هل كان فيه معاوقات؟ ده هي المعاوقات إن أربعة المواطنين وكان فيه 48 مرشح نجح منهم 8 وكان صعوبة جداً باعتبرنا نحن هنا ناس عندنا 40% من الأمية فكان صعب جداً وكان الأضاء سلبيين جداً جداً فلازماً يعاد النظر لأنه ما كنوش بوجهه المواطن اللي مش عارف ينتخب إزاي لأنه هو أم بطبيعته تتحدث عن الناخب اللي كان أمي فما كانش القاضي بيوجهه مثلاً أو بيعلم له في البطاقة التصوير أنا مش أصدي يوجهه أنا ما بقولش القاضي يوجه أنا بقوله القاضي قوله تعليمات ما احترمنا للتعليمات بس يجب أن ينفذ روح القانون بمعنى أننا المواطن مش عارف يعني مش عارف حاجة المواطن بروح يمال شرط على كل كده بيباز الصوت فإحنا كنا بنقوله قول لهم بس الرجل يجي يقول لك أنا هنتخب أربعة قوله عن رموز بس الرموز إيه اللي أنت عايزها ويعلم له عليها لأنه بعرف شو يقرأ ويك بالفعل فيه رؤساء اللي جان بالفعل كانوا بيعملوا كده مع الناخب الأمي أو ذوي الإعاقة فيه رؤساء اللي جان بيعملوا كده فيه رؤساء اللي جان سابوا الناس يرموا الورقة بيضة وضيعوا علينا أصوات كتيرة وأنا ضاع عليها في الأصوات الكتيرة دي جي خمس ست تلاف للأسف لسوء التأدير أو سوء تطبيق روح القانون فعايزين لازم أن يرشدوا الناس اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب لازم أن يقولوا لهم الصح إيه على أساس وبقولوا أنا هجأ انتخب مثلا النخلة وثلاث رموز فمفروض يعرفوا أو مش عارف يكتب تب هيعمل إيه يعني لازم اللجنة العليا انتخبات تعيد النظر في هذا الموضوع وما تضيعش علينا الأصوات كتيرة اللي ضعت في دائرة مركز متغمر باعتبار أن الناس لا يجدوا القراءة ولا الكتابة فلازم مساعدة مش مساعدة يوجهوهم لا أنا ما بقولش توجيه أنا بقوله النخلة هيا نقوله دي أهيا نقوله دي أهيا افرض ما عرفش يعلم طبعا ما هو الراجل مش عارف لا يمسك ألا ما عارف يعمل حاجة ما حد الموجودين يعلموله ده احنا إجراء عادل جدا احنا مش طالبين حاجة أكتر من الإجراءات العادلة إنما عندنا أوضاع طبعا محترمين ما فيش تزوير ما فيش حاجة من الكلام ده كله العملية الانتخابية ماشية بقمة النزاهة لا سوء فيها في أي حاجة غير هو بس إن المستشارين يكونوا عندهم ساعة الصدر إنهم يقولوا للناخب العلامة دي بتاعك كذا والعلامة دي بتاعك كذا لإن الناس جهلة أعكد برضو مع حضرتك على نزاهة سر العملية الانتخابية بالفعل والشفافية الوضحة اللي فيها لكن خلينا بره خارج مقرات اللجان أسألك عن الدعاء الانتخابية والمال السياسي ودوره السلبي في سر العملية الانتخابية هل وقت الانتخابات أو سر العملية الانتخابية كان فيه دعاية للمرشحين وده طبعا في فترة الصمت الانتخابي ده المفروض ما يكونش صح ودور المال السياسي سلبيا في هذه الدائرة دائرة مضغامر والله الدائرة لن تستجيب للمال السياسي وفي الدعاية الانتخابية ما حصلش حاجة هتا اللي بقى قابلنا علشان يقول ان فيه حد دي نقول له خد منه وما تصوطلوش ده اللي قدنا بنقوله الناس عندها وعي الناس فهمة كويس قوي الناس بتقدر الشعب هنا في مضغامر الحقيقة كان ملتزم بدليل يمكننا عندنا احد المرشحين رأس مالي او كذا عدد كذا مرشح الحمد لله يمكننا سبقتهم في الترتيب بتاعي بلا فلوس بلا اي حاجة لان المواطن اصبح فاهم جدا والمواطن والشعب المصر الناس فهمين ودائرة مضغامر دائرة محترمة جدا والناس يعني استجابوا لمن يعمل واستجابوا لمن قدم لهذه الدائرة وانا طبعا يمكن خدمت مركز مضغامر بقراه دائرة بلد بلد والحقيقة انا لقيت المقابل ان الناس كانوا عندهم ساعة استردروا وخرجوا وصوتوا وساعدونا ووقفوا بكل ما يملكوا من قوة ومن ضعف حضرتك بتتنافس انت سبع اخرون سبع مرشحين اخرين بالنظام الفردي بقى في جولة الاعادة يعني شايف فرص الفوز عاملة ازاي ومنافسة في جولة الاعادة عاملة ازاي وهل من المفترض يعني ان تكسف التواصل اكثر مع الناس او تكسف الدعاية في هذه الفترة لا انا شايف ان في استجابة جامدة جدا من المواطنين يمكن بعد ما جينا في الاعادة يمكن الدنيا كلها جات لنا هنا وهم عشا عارفين الناس عارفة مين اللي بيشتغل ومين اللي بيشتغلش الناس هم مقدارين اللي بيعمل الناس اتحركوا بناء على الشغل اللي احنا عملناه خلال الفترة اللي فاتت فطبعا احنا بنشكر بنشكر في اللجنة في بتاع المركز مدغامر وقراها شكرا عنيف جدا على ما على حسن استجابتهم لنا حسن تقدمهم الاصوات يمكن الناس كانت بتستجاب والناس قدروا يفرقوا بين اللي اشتغل واللي ما اشتغلش ويمكن فيه قرى كتيرة الناس كانت عامل عليها هجوم جامد جدا على اساس في يوم الانتخاب باعتبار ان انا من ضمن الناس اللي قدمت خدمات في مركز ومدينة مدغامر فكانت الاستجابة فاضلة الناس محترمة الناس فهمة بعد صورتين عظمتين الناس بدأت تعرف وبدأت تتصرف صح غير الاول خالص الناس بدأت تحس مين اللي بيقدم ومين اللي بيقدمش الناس بدأت تحس مين اللي بيعمل ومين اللي ما بيعملش الحقيقة الشعب مستجاب وعندنا هنا في دارة مدغامر يمكن من احسن الدوائر اللي الناس استجابوا لينا بل هما اللي كانوا بيجروا لنا يمكن قلنا بنروح بلد الناس هي اللي بتجري علينا يعني كده عشان حبا فينا على أساس ان احنا بنسعى وبنخدم المواطنين طيب خلينا نتكلم أكثر بتفاصيل عن مشاكل هذه الدائرة دائرة ساعة ميت غمر من خلال لقاء اللقاءنا مع ديوفنا الكرام لو هبدأ بحضرتك يعني اعترف حركة الأول وأول طرح يعني ممكن تطرحه أو مشكلة نتكلم فيها إيه بسم الله الرحمن الرحيم هاني محمد زدان بشتغل في قطاع البترول الأول برحب بقناة الحياة نورته وشرفته وبشكره مع الدور العظيم اللي بيوموا بيه في توعية الناخبين طبعا احنا فخورين بالسادة اللواء بادو عبدالطيف فلال من ناحية الكم والكيف الكم طبعا ده رقم جميل جدا في الانتخابات من ناحية الكيف احنا خدنا كل أصوات الناس المحترمين الشرفاء الدائرة كلها وده تعبير واضحا حبهم وامتنانهم بالسادة اللواء بادو عبدالطيف ودوره العظيم طبعا في تعديل أمور كتير في الدائرة أحب أكلمك طبعا أول حاجة أبدأ بها منظومة التعليم ده من خلال في التعليم في مشاكل كبيرة جدا مشكلة التعليم طبعا في برنامج سادة اللواء وده كلام احنا متفقين عليه أول حاجة طبعا إعادة تقييم والنظر في التعليم الفني التجاري ده أنا شاف أنه دوره مش واضح وبعيد خالص عن احتياج المجتمع يعني تاني حاجة التعليم الفني الصناعي يجب أنه يضاف له أقسام أكبر من كده زي حفر الأبار مثلا والطاقة الشمسية لأن احنا في برنامج سادة اللواء عايزين نعمل استصلاح كبير للأراضي فده يبقى من خلال في أقسام كتير لازم تضاف للتعليم الفني الصناعي تالت حاجة طبعا أكلم حياتك فيها تعايز أكلم عليك في المشروعات الصغيرة جهاز طبعا المشروعات الصغيرة لسه دوره مش واضح مش كبير فهنا سادة اللواء هيبدأ إن شاء الله بعد دخوله البرلمان يبدأ يعمق المشروعات الصغيرة بالنسبة للشباب بحيث أن أنا أخلق فرص جديدة للشباب لأن مش كل القطاع الشباب هيقدر يشتغل في الوظائف فنبدأ نخلق له فرص جديدة في الدار إن شاء الله هذه النقطة تحدثت عن وسيد زيني تحدث عن المشاريع الصغيرة في الآخر وطبعا عشان عندنا مشكلة كبيرة في البطالة ثم التعليم ومشاكله وأكيد كثفات كثيرة في الفصول لو أقول لك تعليق على هذا لا أنا بأتكلم على علشان إحنا عايزين نصلح عشرة مليون فدان الخطة القادمة أنا بقول التعليم الصناعي يجب أن يتطور علشان الأبارة اللي بتتحفر الميكانيكا اللي بتحصل في الأجهزة فعايزين نطور الحاجات دي في التعليم الصناعي نزود الأقسام بعض الأقسام علشان الرؤية المستقبلية إن إحنا عايزين نصلح عشرة مليون فدان عشان نستوعب جزء من البطالة وعلشان هنصلح العشرة مليون فدان دول نشوف إيه هي المنظومة اللي تتعمل أو الأقسام اللي تتعمل في مدارس الصناعة إن إحنا التعليم الفني والصناعي إن إحنا نطور فيها إن إحنا نعمل أقسام للأبار أقسام للحفرة أقسام للحاجات اللي إحنا ممكن هنستخدمها في إصلاح العشرة مليون فدان دول يجب أن نطور فيهم سريعاً ونبدأ من السناد إن شاء الله ناخد أقسام جديدة علشان تتوأم مع المرحلة القادمة وتتوأم مع النحية العملية اللي إحنا بتركز عليها مصر الفترة القادمة هذه النقطة لو هنتكلم طيب على ملف آخر وهو مشاكل قرية كوم النور بهذه الدائرة أتعرف حريك الأول وله نتكلم بتفاصيل أكتر عن مشاكل كوم النور تفضل أنا الفتين الدسوق الجمعة مدير عام السجل التجاري بمضغمر بالمعاش مدير عام السجل التجاري بمضغمر بالمعاش لو أتكلم بالنسبة طبعاً قرية كوم النور من أكبر كرة محافظة الدقالية وتعداد سكانها يفوق التسعين ألف نسمة فالمشكلة عندنا في قرية كوم النور أكبر مشكلة دلوقتي في القرية بتعاني منها قرية كوم النور إيه هي المشكلة؟ اللي عندنا مشكلة المحطة المستقبلية رقم ثلاثة في كوم النور في البر الغربي من قرية كوم النور لا صرف صح بتعاني منها القرية من سنين طويلة ويا ما تقدمنا للمسؤولين بطلبات قبل كده وما يشوفها زي الطلبات ويقولوا المحطة هتيجي المحطة والميزانية اعتمدت موجودة بس عاوزين الاعتمادات هي محطة هي محطة جديدة يعتبر هي المحطة المستقبلية رقم ثلاثة في القرية فهي محطة جديدة فتقدمنا للمسؤولين أكبر من مرة عشان المحطة دي يقولوا طبعاً احنا كلمنا والموازنة هتيجي الموازنة هتيجي ما فيش أي اعتمادات جات بالنسبة للمحطة فالمشكلة دي من أكبر فالمشكلة دي من أكبر من أكبر مشكلة في قرية قوم النور اللي بتعاني منها المشكلة فإحنا دلوقتي بنطلب من احنا تقدمنا بعد الطلبات ومنها للسيادة اللواء بادوي عبداللطيف وخر الطلبات وعرضها على السيدة المسؤولين ومشكوراً اللي هو ماشي في هذه الإجراءات بس احنا بنطلب وأتمنى من سيادة اللواء اللي هو بعد ما ربنا يوفق وان شاء الله ربنا يوفق في البرلمان ويكون نقف في البرلمان بمشيئة الله اللي هو يعني ينظر لقرية قوم النور لأن قرية قوم النور كلها مشاكل الحاجة التانية بالنسبة عندنا المسافة ما بين كبري عبدالغاني في قرية قوم النور حتى كبري دادوز غير ممهد للسيارات نهائي فدي بتأدي إلى تهالك العربيات بالنسبة للسوائين فأنا بطلب من سيادة اللواء بعد ما ربنا يوفق بمشيئة الله إنه هو ينظر في الطريق اللي هنا لا يتعدى كيلو اللي هو يرصف المسافة ما بين كبري عبدالغاني في قرية قوم النور حتى كبري دادوز أشكراً أشكراً يعني هاخد طيب طرحة آخر أنا بحب أطمن قرى ومدينة مدغمر إن الدولة خصصت خمسمائة وخمسين مليون جنيه عشان استكمال باقي مشروعات الصرف الصحي ومن ضمن هذا المبلغ خصص للمحطة رقم ثلاثة اللي في قوم النور عشان تنتهي مشكلة الصرف الصحي تخصص لها مبلغ والعدد بتيجي منبرة وأنا متبحة يمكن اشتغلنا فيها على مدار الفترة السابقة اشتغل المقاول اشتغل فيها شهرين ثلاثة لكن بعض العدد والمعدات حتى الآن أو على وشك الحضور وبالشكل ده لو جات العدد وأسندت أسندت لشركة البدر وأسندت للمقاول تحديدا اسمه محمد نبيل علشان ينهي هذه المحطة فأنا بطمن أهالي كومن نقدر نوعد الناس بمعاد معين إن شاء الله خلال شهرين يكون خلصت المحطة بأمر الله وهيستكمل جميع الصرف الصحي اللي ماستكملش على أساس العملية كانت مشكلة مادية الفلوس وصلت وتخصت 550 مليون دولار لمحافظات الأهلية والشرقية والغربية في سبيل استكمال الصرف الصحي في ثلاث محافظات دول فأنا بطمن جميع المواطنين في المحافظات دي إن إن شاء الله الدولة جدة وإن الشغل شغال وإن المناصب تتعمل وكل الحاجات ده هتخلص إن شاء الله أما بالنسبة لرصف كيلو من كبرد أدوس حتى بداية قوم النور فدي فعلا المواطنين لهم حق لإن المكان ممزق جدا وفور النجاح في مجلس النواب إن شاء الله يتم رصف هذه المساحة أو هذه المسافة لإن بيعد عليها كمية كبيرة من القرى سواء كرة قوم النور سواء البوها سواء أتميدة سواء سيمبو ففعلا محتاجين جدا الكيلو ده يترصف وبأمر الله فعرف فرصة يترصف إن شاء الله عشان يسر الخدمة للمواطنين في هذه الكرة الخمسة ننتقل إلى ملف آخر مننا المشاكل اللي بتعاني منه الدائرة التسعة أو أهالي الدائرة التسعة ميت غمر وهو ملف الصحة أو مراكز الشباب أتعرف حراك الأول ولا هنكلم عن دي مشكلة بتفصيل أكتر أيمن الإمام مدارب كونوفو وموظف بوزارة الإسكان والتعمير طبعا أنا برحب بحضرتك بقناة الحياة في ميت غمر طبعا بشكر سيادة اللي هو لتحد الفرصة نحن نتكلم في مشاكل الدائرة اللي هو عارفها ولامسها وعايشها معنا طبعا سيادة اللي هو بدوي أنا أعرفه من فترة قصيارة جدا راجل شفت فيه فعلا مواصفات العضو المحبوب وسط اهالي الدايرة من فقراء وفلاحين عارف ظروفنا عارف مشاكلنا حضرتك انا كنت بقعد مع سادة اللواء في بداية معرفت بيهن فترة صيرة بيتصل بالناس في البلاد في القرى بقول لهم طلباتكو خلصت اذا كانت مشكلة مثلا محول في مشكلة في محاول كهرباء في مشكلة في نقل حد من بلد بعيدة ان هو يجيبه هنا في مواطنة مثلا متوظفة في سينا نقالها قدامي فالراجل لمس ظروف الناس فانا عايز اتكلم بس في جزئية مراكز الشباب وسط اللواء وعدني ان ان شاء الله بإذن الله تطوير مراكز الشباب على مستوى متغمر وقراها ان شاء الله هيكون يعني وعدنا ان هو يطورها بالكامل لان عندنا مشكلة مراكز الشباب في متغمر والقرى بتاعتها يعني مهجورة اماكن مهجورة مباني ومساحات كبيرة على سبيل المثال بقرية كوم النور وهي الاكبر بمركز ميد غم مركزين شباب مساعة ارض كبيرة مفيش انشطة خالص موجودة مفيش انشطة شغالة فانا طبعا اتكلمت مع سادت اللواء في الموضوع دوت وهو وعدني ان هو يكلم وزير الشباب وهيتابع الموضوع وهيتطور ان شاء الله في مشكلة تانية مهمة جدا مشكلة الصحة عندنا برضو مستشفيات مهجورة برضو مفيش اجهزة كافية مفيش دكاترة كافية مفيش اهتمام فالمواطن غلبان هيكشف فين هيروح فين فبيضطر يروح يكشف برا لان في مستشفى موجودة كبيرة بمساحات كبيرة مبنى كبير بس مفيش اجهزة كافية سيادت اللواء وعدنا برضو ان هو هينظر بنظرة لموضوع الصحة والمستشفيات لان ده موضوع مهم جدا والامراض اللي انتشرت لازم بقى فيه توقيع عند الناس بسم الله الرحمن الرحيم محمد محمد عطية الشهرة محمد بحتش طبعا احنا بنشكر ست اللواء لانه هو من ميتابو خالد ميتابو خالد ويصف بنشكر ست اللواء لانه يلمس او عارف كل جميع مشاكلنا لانه هو الراجل مش مخلي وراه اي شيء لمسنا اه مشاكلنا كله القرية عندنا قريتين اتنين جار بعضهم او سبع تمن كرة جمع دوم الرحمنية والدبونية والبادو كلها ما عندناش عربيت اسعاف ولا مطافي اكتر من ميت الف تعداد السكر عندنا اكتر من ميت الف ما عندناش مطافي ولا اسعاف الوحدة الصحية متهالكة ما فيش فيها حاجة خالص الراجل الفجير اللي زي حالتنا يروح هناك عاصل خاطر يكشف يقول له خد هات العاج من برا عندنا المجاري بتضرب في البيوت الصرف الصحي عندنا بيبقى الواحد جاعد والمية طلع له يعني هو جاعد ما ينفعش فسدت اللي هو وعدنا ونشكره وهو راجل هو راجل مش مخلي وراه وراه اللي انه بزورنا على طول ولمس حالتنا ولمس حاجتنا كل هاته فاحنا نشكره وانا اشكره بناء عن دائرة كلها لانه راجل مش مخلي وراه اي شيء لامس مشاكلنا وعارفنا وكل حاجة وما فيش حاجة بس احنا عندنا النهاردة ما يكون عندي اكتر من ميت الف تعداد السكان عندي وما عندش وحدة اسعاف اشكرك السيد محمد واشكر السيد ايمن السيد ايمن اولا نتحدث عن مراكز الشباب بقرية كوم النور ثم ملف الصحة اللي بجميع بمستشفات كتيرة بالقرية وغيرها يعني منعدمة الخدمات هو بالفعل ان بعض مراكز الشباب بقرى ومركز المتغمر تم تطورها وتنجلها والاضاءة بعض المراكز الاخرى لسه ما تمش الكلام ده فبعض الالعاب لسه مش موجودة فاحنا يعني انا شايف ان الشغل جاري في بعض المناطق ويمكن القوات المسلحة بتتبنى حكاية تنجيل الملاعب والاضاءة فبعض الاماكن الاخرى لسه جاري استكمالها وبعض الالعاب وبعض الرياضات المعينة لازم ان تستكمل في بعض المراكز فاحنا ان شاء الله اللي ما استكملش هنستكمله لكن انا شايف الدولة جدة في حكاية الشباب وبتقدم خدمات لمراكز الشباب بالا القرى اللي ما فيش فيها مراكز شباب ساسعى جاهدا ان شاء الله ان يكون فيها مراكز شباب فدورنا هيكتصر على معاونة المواطن في كل الحاجات اللي بيحتاجها وانا باعتباري متعاون مع جميع المواطنين ويمكن ده اللي خلى جميع المواطنين يطلعوا ينتخبونا ويمكن انا بقول لحضرتك يمكن انا في المقدمة بعد المستشار مرتضى منصور ففعلا الناس حاسة بينا وانا حاسس بالناس انا متعايش معاهم يمكن لامس مشاكل كل قرية مشاكل الصرف الصحي زي مستدر محمد قال ومياه الشرب ما احنا اتكلمنا عن الصرف الصحي قلنا ان فيه مبلغ اعتمد قبل كده وقلنا ان ده هتستكمل وان الدولة جدة في استكمال هذه المشروعات وقلنا خلال شهرين هيستكملوا جميع مشروعات الصرف الصحي لان نتعمل بعض المناطق في البلاد ومناطق لان تستكمل وده اللي ادى المشاكل اللي احنا فيها وعلشان فترة تستور ما كانش فيه فلوس في الدولة يمكن الفلوس الجاد بقول لحضرتك بقالها شهرين او ثلاثة بيعملوا بنقصات عشان ننهي مشاكل الصرف الصحي والميا ان شاء الله في جميع قرى ومدينة متغامر بالنسبة للصحة يمكن الموضوع التاني اللي اصاره يمكن احنا فعلا كلامه صحيح لان عندنا وحدات اسمها وحدات طب واسرة عبارة عن هيكل خرصانية مفيش فاق حاجة مفيش فاق امكانيات الدكاترة يمكن بيجي ساعة ويزوغ فدي طبعا عملية لا تصر فانا كنت بقترح نعمل كل وحدة محلية فيها حوالي 3 اربع بلاد نعمل فيها مستشفات تخصصية على اساس يوجد فيها جميع انواع الادوية يوجد فيها الدكاترة والتخصصات المختلفة على مدار 24 ساعة يوجد فيها قسم الاستقبال على اساس نساعد المواطنين على اساس نغير المنظومة اصلا بتاعت الصحة اطلاقا فينا لان المنظومة اللي عملها الوزير السابق اللي قبل الثورة يمكن منظومة فاشلة جدا جدا فاحنا بنرجو ان يعاد النظر في منظومة الصحة على اساس المستشفات التخصية اللي هيبه فاق الادوية وهي تعالج فاق الغلبان والغاني وكل الناس يتعالج فيها تبقى متوفرة في جميع الوحدات المحلية في مركز ومدينة متغمر طيب معالي الواء خليني قبل مختم مع حضرتك رسالة توجهها للناخب بصفة عامة ولناخب دائرتك الدايرة تسعة ميد غمر بصفة خاصة انا بقول للناخب زي ما قلت بالنسبة لموضوع اللي جان والمستشارين برجع تاني بقول انا بشكر جميع قراء ومدينة متغمر على الجهد اللي قدموه لنا واللي حسيت انهم حسوا ان انا اشتغلت معاهم فبالتالي كان دورهم عظيم جدا بتمنى المرة الجاية طبعا ان يقدموا هذا الدور العظيم اللي قاموا بيه وبشكر كل مواطن في قراء ومدينة متغمر اللي قدروا يستجابوا وقدروا يفهموا وقدروا يفرزوا اللي اشتغل واللي ما اشتغلش ودي يعني سابقة جديدة انهم ناس قدرونا جدا فاحنا ان شاء الله هنقدر هذا الجهود اللي عملوها وبشكر جهودهم اللي تقدموا بيها واللي طلعوا وراحوا انتخبوا ونفزوا سياسة الدولة والانتخابات نازيها جدا فانا بشكركم بشكر اهل الدائرة جميعا وشكرا والسلام عليكم شكرا يا فندم مشاهدين الكرام كان هذا لقاءنا مع اللواء بدوي عبداللطيف هلال ومرشح الدائرة التاسعة مركز ومدينة متغمر الرمز النخلة رقم اثنين بالكشوف الجديدة بجولة الاعادة اللواء بدوي يتنافس هو سبعة مرشحين اخرين بهذه الدائرة على اربعة مقاعد اشكركم على كرم المتابعة والى اللقاء